اشتركوا في القناة لكن راح يطلع من هالشي الكثير ولذلك بتلاحظوه هم هم بشكل عام اقصد الكفار بشكل عام لانه ما فيش لدين حق واحد هو الدين الحقيقي اللي بنشئ مشاعر انسانية حقيقية ها الدين الاسلامي بس كله كله هذي اديان مزيفة كلها اديان مزيفة هاي واهل الباطل اصلا كيف تعرفهم كيف تعرف كيف بتعرفهم من ثمارهم تعرفونهم من ثمارهم نشوف ثمارتهم كيف بتعاملوا مع الشعوب ومع الامم ها لصوص ومجرمين وبطاشين وكذابين ومزيفين الغربين بشكل عام والكفار بشكل عام على فكرة والكفار بشكل عام طبعا ولكن بدي تنتبهوا لمسألة انه شعوبهم الا اكيد فيها ناس قطعات واسعة بتعرف الحق والحقيقة ان شاء الله شعوبهم على فكرة تنظر وبالتالي قيمهم ومبادئهم واذيانهم رح تسقط في بلادهم كمان والشعوب تنظر في ناس افكرة من من الشعوب الغربية هاي او الشعوب الكافرة اللي بيسموها تتعاطف اكثر من الشعوب اللي بيسموها اسلامية مع اللي بيحصل وبيحاولوا يتحركوا وانت الان في عندك فرصة الان فرصة فرصة الان انه انكشفت كل المبادئ والقيم امام البشرية كلها هذه فرصة المسلم على فكرة لا تحسبوه شارلان لكم ملاحظين تحسبوش انه شارل لهو في النهاية رح تكتشف انه العالم كله عم بينظر بيبدأ العالم يشك في حتى الناس يشكها مبادئها وقيمها اللي بيربوهم عليها في المدارس بيكتشفوا انه كل كلام هذا مزيف بيكتشفوا ظلم الطغال اللي بيحكموهم لاحظوا الطغال اللي بيحكموا هذه الشعوب الان الطغال اللي بتحكم هذه الشعوب الشعوب نفسها بتلاحظوا ما تظنوش انه لا في اهل حق في ناس في ناس بيعرفوا وبالتالي هذه كما قلنا فرصة ثم الان لاحظوا قدش هم منحرفين لما بتكلموا كثير واعلامهم فيما يسمى بالارهاب ايش يعني قصدهم بالارهاب على فكرة هم قصدهم بالارهاب ما يلي انت يجب ان تكون نعاج تذبح متى شاء هو الاستعمار ولا يجوز للنعجة انها تنطح وتدافع عن نفسها النعجة تصير تصير سنة وتنطح ما بصير اذا بتفعل هذا الكلام في مواجهتهم انت ارهابي اذا بتفعل هذا في مواجهتهم فانت ارهابي وين صارت هذه في كل شعوب الارض الشعوب اللي تدافع عن ذاتها وقيمها ومبادئها وبلادها هذه بتكون ارهابية انا ابدأ لكم اشي لحد الان ما مورس من ظلم على الشعوب الاسلامية والعربية من قبل الغرب والدول الكافرة الشعوب العربية والاسلامية لم تقم لم تقم بواحد في المية مما كان يجب تقوم في الرد على هذول السفنة يا سبحان الله كأنها الشعوب هذه المسالمة تذبح ولكن ممنوع انها تصيح ممنوع اه لا انا بدأقول بدأقول اصلا هم في قانونهم في قانونهم اذا اذيتهم انت اذا اذيتهم واحد في المية بقتلك 99 طب وين تنتبه الشعوب الاسلامية انه جرام هذه الشعوب الكافرة لمدة قرون وين الرد عليه وين تبدو يجي الرد عليه ولاك هذا قصة ارهاب وما ارهاب الساعة بعدهم من ما شافوا ايش بعدهم ما شافوا ايش بعدهم لا شافوا ارهاب ولا وين الارهاب اللي هم اصلا بيستحقوا انه يقتلوا ويذبحوا لأنهم هم المجرمين والشعوب العربية والسلامية لم تقوم لحد الان بشي ما قامت بأي ردة فعل اصلا لحد الان ضد ظلمهم اللي له قرون ما قامت لحد الان وهذا من حظهم هذا من حظهم هالشعوب المسالمة وكمان بسموها ارهابية وراح بالتالي انا بتوقع لقدام شوي يصيروا يدفعوا من دماؤهم وتبدأ الامم تحاسبهم تبدأ الناس تحاسبهم على جرائمهم اللي لها قرون اللي لها قرون وهي الان المذابح اللي بتفرجوا الناس على حمان وهم مش عم بدركوا انهم هم اللي راح يدفعوا الثمن سواء كان الروس او كهنة الشيعة او الغربيين المتواطئين هذول مليارين مسلم مليارين مسلم امنوا باعمنوا بانه بانهم هم دعاء وحملت فكر وكذا لكن المجرم في النهاية لما ما بيستوعب ما بيستوعب سكوتك بيظنوا انه هو ضعف لا انا بتوقع بتوقع انه ما يسمى بالارهاب هذا يصبح اسمه الارهاب المقدس ضد هذه الامم السافلة اللي بتنظر للقتل بهذا الشكل اه وتتفرج طيب مش بطلوب انك انت تتدخل اصلا ليش بتمنع الناس ليش بتحاصرهم هو بحاصر ويمنعوا الناس بحاصرهم وبقولوا لهم لازم تظل مكشوفين في الجو وتقتلوا تقتلوا وين صارت هذه في اي متى حصل هذا في التاريخ هم مش عم بيدركوا سواء هم او نواطيرهم في العالم العربي والاسلامي مش عم يدركوا انه لن تهدأ الامور بل اذا استمروا في جرائمهم رح تسوء اكثر واكثر بالنسبة لهم ورح يدفعوا اثمان اثمان باهظة والارهاب اللي بسموه ارهاب هو بيصير مشرع ضد المجرمين والناس بتعمن انه ضد المجرمين ما يسمى ارهاب هذا اصلا واذا كان اسمه ارهاب فهو ارهاب مقدس وهو ارهاب رح يمارسون الناس ليش في كل قيم الامم الامم كله اعراف وتقاليدها وديانتها هذا حقك اصلا هذا حقك انك ترد عليه هذا حقك انك ترد عليه بس هم ما تعودوش تعودوا يستعمروا يقتلوا والناس تصفح في النهاية والناس حتى مستعمرة الناس المستعمرة اللي بتوش فيها تصبح اصدقاء هيك تعودوا هم اه والروس بقولوا لك ما احنا جربنا هاي نذبح منذبح منذبح بعدين خلاص بده خلاص في الاخير بنسوا الناس منصيروا صحبة واحباب وتجارتنا بتمشي بينهم وبصيروا بصيروا بصيروا كمان ما يشتروش إلا بضائطنا ما يعجبوش إلا فينا متعودين هيك مش متعودين انهم يلاقوا يلاقوا وردوا ويدفعوا أثمان مش متعودين مش متعودين طيب هذا باختصار في موضوع حلب هذا موضوع حلب لعله انه يعني بعض هالناس ويش المليارين المسلم اللي بتفرجوا قاعدين يش هذا الروسي